مساء النور هارون مساء الخير مشاهدين وضعية مستقرة نوعا ما شبه رابعية يترفع أغلب ولايات الوطن النهار اليوم ويرتقى بهذه الوضعية المستقرة إن شاء الله أن تستمر إلى غاية مطلع الشهر الجاري بحول الله الآن لا بأس روحوا نشوفوا الوضعية الجوية الآن وحاليا وعلى المباشر عبر كل من ولاية الجزائر العاصمة كذلك قسنطينة وولاية الوادي والصور على المباشر والتي يتم رصدها الآن من قبل مراسلين عبر الولايات كل من الجزائر العاصمة أقول كذلك على قسنطينة وولاية الوادي الصور توضح حالة الاستقرار واستمرار الصفاء على الولايات التي نشاهدها الآن وعلى المباشر لا بس أن تكون البداية من ولاية الوادي والآن وصورة جميلة من ولاية أقول الوادي مدينة ألف قبة وقبة التي يتم رصدها الآن وعلى المباشر لحالة التقص من ولاية الوادي توضح حالة الصفاء والاستقرار درجة الحرارة وصلت الآن إلى 18 درجة تقص دافئ الآن بولايات الوادي نسبة الرطوبة 44 في المئة كذلك فيما يخص الرياح الآن وصلت سرعتها إلى 13 كم في الساعة ويرتقب أمسية اليوم درجة الحرارة ترتفع بعد قليل في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم تصل إلى 19 درجة تنزل في الفترة الليلية في حدود الساعة العاشرة ليلا إلى أربع درجات فقط نوعا ما تقص بارد سيكون خلال أمسية اليوم بحول الله على ولاية الوادي صورة جميلة الآن يتم رصدها وعلى المباشر توضح منطقة الواحات وجمال الواحات الجزائر الآن نمر ونتاجه إلى ولاية قسنطينا مدينة الجسور المعلقة أقول مدينة الشرق الجزائري قسنطينا الصورة توضح لحظة لا يفرقنا كثير حول غروب الشمس يعني تقصره صافي وضحها للصفاء رهي الشمس رهي قريب تغرب بشرق الجزائر درجة الحرارة وصلت الآن إلى 13 درجة نسبة الرطوبة هي وصلت الآن 59% نوعا ما مرتفعة نسبيا سرعة الرياح نوعا ما ضعيفة الآن بقسنطينا حوالي 10 كم في الساعة ويرتقى بأن تصل يعني بعد ساعة من الآن إلى 15 درجة درجة الحرارة القصوى لتعود إلى تنزل في حدوث ساعة العاشرة ليلا إلى درجة واحدة فقط يعني تقصره يكون شديد البرودة فرق درجة الحرارة يعني كبير ما بين الظاهرة والليل لذلك يقول كل المواطنين نردوا بالهم يعني باش ما يتفادوا للإصابة بالأنف نوزة أو الزكام يعني كون درجة الحرارة نوعا ما فرق شاسة ما بين الظاهرة والفترة الليلية يعني حوالي أزيد من 10 درجات والصورة على المباشر الآن يتم رصدها الآن من ولاية قسنطينا توضح حالة الصفاء والاستقرار التام في حالة التقص نوعا ما شبه ربيعي الآن رهو يميز ولاية قسنطينا لا بأس أن نختم من الجزائر العاصمة والصورة على المباشر من ولاية الجزائر العاصمة ومن أعالي العاصمة دائما كما نلاحظ في الصورة تقص صافي رهو يميز الآن في الجزائر العاصمة 16 درجة درجة الحرارة وصلت الآن نسبة الرطوبة 58% نوعا ما مرتفعة نسبيا الرياحية الأخرى نهار اليوم ضعيفة ما تعددش 14 كم في الساعة وكذلك فيما يخص يعني بعد ساعة من الآن يمكن أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 18 درجة وفي الفترة الليلية في حدود الساعة 9 إلى العاشرة ليلا ستنزل إلى 6 درجات فقط كنت لاحظة الفرق ما بين درجة الحرارة القصوى وخلال الفترة الليلية والظاهرة يعني أزيد من 10 درجات رح نفقدوها لذلك أقول لكم يعني هذه العينة بعض ولايات الوطن لنهار اليوم الصورة من العاصمة توضح كذلك حالة البحر لنهار اليوم البحر رحو جميل هو الآخر لنهار اليوم بحر مستقر رحو يميز أغلب السواحل الوطنية وعليه يعني قبل ما نرجع الخطة لهارون نقول لكل مشاهدينا مشاهدينا ليوم صبيحة يوم غد ثلاثاء إن شاء الله سيكون كائن جاليد سيتشكل بحول الله والتوقيت من الساعة الثالثة من صبيحة الغد الثلاثاء إلى التاسعة صباحا درجة الحرارة تروح بين درجتين تحت الصف إلى ثلث درجات تحت الصف الولايات المعنية هي كل من باتنا خنشلة تبسة كذلك أنب بواقي قسنتينة وسطيف كذلك على المناطق أقول الشرقية المناطق الداخلية الشرقية للبلاد أما المناطق الداخلية الغربية التوقيت الجريد سيتشكل بداية من الساعة الرابعة صباحا إلى العاشرة صباحا سيستمر درجة الحرارة ما بين درجة واحدة تحت الصف إلى درجتين تحت الصف الولايات المعنية يكون من ولاية تيارة البيض شمال الغواط جنوب سعيدة جنوب بلاي سيد بالعباس جنوب تلمسان وكذلك مدينة عين الصف وعليه يعني نسبة درجة الحرارة جدت منخفضة دون الصف وحيث يسمح بتشكل الجريد بالإضافة إلى كل هذا هناك عامل الرياح رح يكون نوعا ما ضعيف يوم غد ما يتعداش إلى 25 كم في الساعة وعليه نقول كل واحدة يتبع فينا في هذه اللحظة يوم غد صبيحة يوم غد على المناطق الداخلية الشرقية وكذلك الغربية رح تكون هناك يعني فرصة لتشكل الجديد على الطرقات ونقولكم حذاري حوادث المرور كون الطرقات رح تكون زلقة خلال صبيحة الغد الثلاثة وبهذا أصل لطيف ورقة حوال الطقس لنهار اليوم أمسية اليوم عودة إليك هارون لاستكمال بقية الأخبار